إنما هو للألفاظ الركن الثالث أعزائي وهو المصداق وهو أن هذا المفهوم أساساً إنما سمي مفهوماً لأنه ينطبق على ماذا؟ على مصداق هل سأل الآن مالد أدخل الأعزاء في هذا البحث وعرضت له مفصلاً في شرح الأسفار الجزء الثاني وهو أن المفاهيم ما هي مصاديقها في ذهن الأعزاء الذين يقرؤون عموماً المنطق عندما تقول له مفهوم مباشرةً ذهن يذهب إلى المصداق الخارجي يعني عندما نقول لفظ الكتاب موضوع لمعنى أسأله أين مصداقه؟ يقول هذه مصاديق الكتاب هذه مصاديق المنضدة هذه مصاديق الورق ونحو ذلك وفي واقع الحال أن الأمر ليس كذلك فإن المفاهيم ليست مصاديقها هي المصاديق الخارجية وإنما المفاهيم مصاديقها هي المصاديق النفس الأمرية التي بعضها لها وجود خارجي وبعضها ليس لها وجود خارجي حتى أقرب المطلب إلى ذهن الأعزاء انظروا إلى قولنا شريك الباري ممتنع هذه القضية صادقة لو كاذبة من الواضح بأنه من القضايا الصادقة سؤال هذه القضايا الصادقة متى تكون القضية صادقة إذا كانت مطابقة لماذا لواقعها لمصاديقها يعني جنابك عندما تقول زيد قائم متى تكون القضية صادقة إذا كان زيد في الواقع الخارجي قائم فزيد قائم صادقة إذا لم يكن قائم فزيد قائم ماذا هذه القضية كاذبة خب شريك الباري صادقة لو مصادقة يقينا ماذا تقول لي صادقة خب ماذا يوجد بإزائها في الخارج توجد مصادق خارجية يوجد عندك في الخارج أنت شريك الباري يوجد عندك إذا لو وجد في الخارج شريك الباري خلو ما كان ممتنعا كان ماذا كان ممكنا موجودا إذا مع فرض كون القضية صادقة إلا أنه ليست لها مصاديق ماذا خارجية إذن يتضح لنا بأن الصدق ليس مناطه لانطباق مع الواقع الخارجي وإنما مناطه لانطباق مع عالم آخر وهو بحث أساسي ومهم نعم ذلك المصداق الواقعي له قد يكون له وجود خارجي وقد ماذا وقد لا يكون له وجود خارجي علينا الآن نحن نتكلم على ما درستموه في منطق المظفر وهذه الكتب المنطقية المتعارفة وهو أنه عندما تضرب أمثل المصاديق تضرب أمثلة المصاديق ماذا بحسب الوجود الخارجي إذن الركن الثالث أعزائي في هذه المصاديق